أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق العلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات جاء ذلك خلال المحادثات التي أجرها الرئيس السيسي مع سلطان عمان هيثم بن طارق بقصر الاتحادية من جانبها أشهد السلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقات المصرية العمانية وأواصر المواد والإخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين عبر التاريخ مؤكدا حرص عمان على تعزيز أطر تعاون القائمة بين البلدين وفتح أفاق جديدة لتعاون التنعي بينهم في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة هذا وقد أعرف الزعيمان عن الارتياح للزيادة المستمرة في معذلات النمو التجاري مع تأكيد مواصلة تعزيز الجهود الجارية في هذا الشأن بين الجهات المعنية في الدولتين هذا وقد شهدت المباحثات تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية في إطار التنصيق والتشاور الدائمين بين الدولتين وسعيهما لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين